أعزائي المشاهدين في كل مكان برحب بيكم النهاردة فيديو جديد معي عن توقعات الأبراج أنا مريم لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك ولو لسه مشتركتوش انتو مستنين ايه اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معي أنا بكبر بيكم ومعاكم توقعات برج العقرب اي جمعة 9 يوليو تموز 2021 عطفيا انت مشتت بشكل غير عادي ومن الصعب عليك ان تستجيب للاخرين تتمحور هذه التلهيات بشكل رئيسي حول الطرفه لكنها في الغالب تتعلق بالأوهام الحسية من المفيد ان تتفحصوا هذه الافكار بدقة اكبر من المحتمل ان هناك معنى اعمق انت غير مدرك ذلك يحتاج الى حل مهنيا اذا وجدت صعوبة غير عادية في التركيز على العمل ويجب ان تجبر نفسك على القيام بشيء مفيد ثم مع مثل هذا الموقف الذي يعمق افكارك ربما من الافضل لك ان تركز على المهام المهمة التي يجب عليك اكمالها والتأكد من انتهائها بشكل مرضي لتجنب المشاكل غير الضرورية توقعات العلامة الاولى موليد 23 اكتوبر الى 2 نوفمبر انت مفعن بالحيوية والشجاعة ولن تجد ظروفا افضل لتنفيذ طموحاتك لكن تقدم بحذر لانه يمكن ان تفقد التركيز بسهولة من خلال التفاصيل المعقدة التي قد تبدو شيقة للغاية تأكد من الاقتراب من الاشياء بطريقة عاقلة وحساسة وركز في الجوانب الرئيسية ولن تضطر الى انتظار النجاح كثيرا توقعات العلامة التانية موليد 3 نوفمبر الى 12 نوفمبر نادرا انه تمر بمثل هذه الحالة من الوضوح والهدوء التي تمر بها اليوم سوف يساعدك هذا على تسويت خلافات قديمة مع زملاء العمل او الاقارب فوق هذا سوف تختفي المشكلات في العلاقات المتبادلة والتي كنت تظن انها لن تحل عبدا الان وقد خلصت من اسقال الماضي ويدعمك سلوكك الاجابي سوف يكون لديك مجال اوسع لتشكيل المستقبل توقعات العلامة التالتة موليد 13 نوفمبر الى 21 نوفمبر تشعر الان بانك سليم البنية والذهن واخيرا بامكانك ان تتصرف على طبيعتك وسجيتك كم الطاقة التي بداخلك حاليا تمكنك من تطوير الاشياء في العمل والقيام بانشطة من شأنها ان تكون مرضية كما انه الوقت المناسب لاخذ عطلة حيث ستتمكن هناك من التفكير بزهن صافي وتحديد المشروعات التي ينبغي عليك تركها وتلك التي ترغب في الشروع بها من الان فصاعدا الرؤية لديك واضحة وبإمكانك اتخاذ القرارات السديدة والتأقلم مع اي موقف تتعرض له ترجمة نانسي قنقر